حققنا ستعود وعدوه أخلاقو وعدنا نهتيكو من رؤالي والصمد حققنا ستعود وعدوه أخلاقو وعدنا نهتيكو من نضالي والصمد حققنا ستعود وعدوا أخلفوا وعدنا نهتفوا بالنضال والصمود حققنا ستعود وعدوا أخلفوا بالنضال والصمود حققنا ستعود وعدوا أخلفوا وعدنا نهتفوا بالنضال والصمود حققنا ستعود وعدوا أخلفوا بالنضال والصمود إذا تحية طيبة لكل المتابعات ومتابعات قناة شوف تيفي من خلال هذه المباشير كما تتشاهدوا معنا من خلال هذه المباشير الآن نحن الأمام الأكاديمية الجهوية للطربية والتكوين جهة مراكش أسفي اليوم تشوفوا بأن التنسيقية الوطنية للأطل الإدارية للأطل الإدارية المتدربة للمركز الجهوي لمهن طربية والتكوين جهة مراكش أسفي فوج 2020-2022 فرع الإقليمي قلعات الصراغنة كذلك هو الحال بطبيعة الحال التنسيقية مراكوش التنسيقية الوطنية للأطل الإدارية الطربية والمتدربة فوج 2020-2022 تطالب وزير الطربية والوطني بالإفراج الفور عن المرسومين الإدارية الطربية وездم PLAYI تم們見てه إلى حين بصرار المرسوم ومقاطعون يعني لذلك هما يشهدون الأطل الإدارية المتدربة وتحت لوع التنسيقية الوطنية للأطل الإدارية المتدربة مجلس الوطني للآن أمام الأكاديمية والجهوية التربية والجهوية من أجل تحقيق الحقيقة المطالب ديالهم فيما تتبع معنا وما تتبعين مثل هذا المباشر. اليوم أمس كنا مع الأسد الداد الزيزال العشرة اللي كانوا في وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية واليوم حنا مع الأطر الأطر إذن المتدربة فوج 2020-2022 اللي باقي المواصلين يعني بطبيعة الحال الوقفات احتجاجية ديالهم النضالية والتي وجهوا رسالة ديالهم مباشرة الوزير باش أنه يتم تحقيق هاد المطالب ديالهم يعني الحمارجي المازل باقي تطالب وتوجه الرسائل بإنصاف وتطالب كذلك أنه يتم يعني الإدماج لهم خلال هذك المرسوم يعني المرسوم يعني المرسوم الإداري التربوي. نشوف أحد الأطر التنسيقية اللي هنا في الوقفة احتجاجية اللي هذه عبرنا عشان هو الأسباب ديال الوقوف الوقفة الاحتجاجية. سلام عليكم. هذه هذه وقفة نتيقية الوطنية اللي هي الأطر اليدانية متدريبة المركز الجيهوي المركز الجيهوي المهانة تربية وتكوين بجيهات من ركش اسفي هذو كلهم الأطول الإدارية المتدربة بهذا المركز الجيهوي المهانة تربية وتكوين باسفي هنا كينا ملحقتين ملحقت المصور وملحقت الزهراء وفرعة ديال قلعات السراغناء وفرعة ديال اسفي هذو الإخوان هذو مجتمعين اليوم على أساس إخراج مشروع إخراج مرسوم عادل ومنصف لهذه الفئة بحيث أن الإخوان ديال الإضاءة الطبوية تشوفوا بأنه تشتغلوا في واحد ظروف ليجد صعبة ظروف تتسم بقترة المعهام وقترة ديال ديال الاختصاصات في حين أنه ما كيش واحد الإطار ليه منصف وعادل بتالي هذو الأطول الإدارية المتدربة تشوفوا رسم أنه غاديون نحوه المجهول بتالي تطلبوا بإصدار واحد المرسوم ليه منصف وعادل مرسوم تعديلي للمرسوم جوج 18 اللي تحدد الإختصاصات تحدد المعهام بشكل تحقيق تحدد صورة الترقية وكيفية الترقية تحدد كذلك الضروف اللي قد يشتغل عليها الإطار المتصرف بحكم أنه هو راحة ديال الإدارة الطبوية وراحة ديال المنظمة التعليمية ككل كذلك هناك مطالب أخرى مهمة هي أن هذا سنتين تكوينيتين نظام السنتين تكوينيتين اللي تيعيشوا هذا الأطول المتدريبة الآن تعرف واحد الارتباك واحد العشوائية كبيرة بحكم أنه بحالة نقوله سبقوا سبقوا البردعاء على الحصان كيف يعقل أنه الآن تتدربوا في نظام سنتين في غياب واحد الإطار قانوني ينظم هذه العملية نحن الآن تتدربوا نحن في الأسدوش الثاني وباقي المجزوئات ديال الأسدوش الثاني ما وضحاتش وما كملاتش كذلك نحن الآن تنستغلوا والسنة الثانية باقي ما عافناهاش باقي يلفوها الغموض لذلك تنطلبوا بإخراج واحد نص قانوني ينطم عملية التكوين وينطم ما بعد عملية التكوين والسلام لا لا إحنا أخذنا جمعة من المحطة النيضالية بدءا بصدور القرار ألف ربعائية وسبعين في تبليل عشر دسمبر المنصرين اللي تنص على أنه المتصرف الترباوي من ترجة الثانية خسوة سنة ست سنوات في الإطار باش يدوز باش يدوز واحد المتحان وبما اللي كانت يدوزه سنوات وسنوات وما سينجحش بالتالي هدى التخوف جل الإخوان اللي أطور ذاليا المتدربة على مستقبلهم وعلى أنهم غازين نحو المزهول وغازين في طريق مظلمة فين تفضوا إذا أهدت ذلك القرار وخاضوا مجموعة من المحطة أولها مقاطعة تكوين لمدة أسبوع كاملا بإقليم الرقش وبقلعة سراغناء وابأس في المناطنة كذلك داروا خطوة نظالية جرية جدا لعرفة نجاح كبير لي مقاطعات امتحانات صديق على المجزئات ديال الأسدوس الأول واللي كانت نسبة ديالتا وطنيا تفوق أربعة وتسعين في المية باش يقول للوزراء بأنه هاد النظام ديالكم فاشل باش يقول للوزراء ضرورة تخرجي واحد المرسوم اللي تينصف هاد الفئة وتيحدد لها المعالم بطريق الحروض وستقبال للاسف للأسف للوزراء ما زالت تمشي في السياسة ناجل الآدم الصمع لحد الآن ما كيش حوار حوار الاجتماعي أو القطاعي مع النقبة التعليمية توقف هذه الأزياز من سنتين كذلك هناك كمثال سبع دبا هناك مجموعة من التصريحات أقول التصريحات الفارغة والوعود كاذبة للوزير بحيث أنه في قبة المرنان قال بأن المنصوم سيكون في ما تم سنة 2020 ثم في الجنة القطاعات القطاع التعليم في الجنة البرلمانية وعد بأنه المنصوم سيصدر في الأيام القليلة المقبلة ولكن هذا الوعود كلها تبقى وعود كاذبة للأسف عبدالله يفتح الله إطار إذاري متدريب بملحقة مشهور منصيق منصيق لهذه الأطار إذاري متدريبة سكرا لكم تربوي لهذه الناس هدو شو واحد من القلعة كاي شو واحد من القلعة إذا العموم اللي مهم أمام فوقفة احتجاجية أمام الأكاديمية من أجل يعني الإخراج أو أنه المرسوم المرسوم اللي تنطع له أنه يتم الإنصاف لهاد الناس الفوري لهاد الناس وتم يعني إنه يمتح حسب ما هو أمام الأكاديم ويجب أن يكون مرسوم لهاد الناس على المرسوم لهاد الناس ومرسوم لهاد الناس لهاد الناس لهاد الناس هي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المراكش أسافي من بعد ما كانت المحطة الأمس لشاركو فيها تمتليات الفروع الإقليمية للمركز الجهوي لمهان التربية والتكوين سواء المركز هنا بمراكش أو لا أسافي أو لا بقلعة سراغنة هي نضالات نجدها جميع نضالات مشروعة ومطالب مشروعة للإخوان التحقب المراكز الجهوية بنا أنعلى ما يمكن أن نسميه وعود من الوزارة كنسطادم اليوم بأن الوزارة اليوم كتراجع لجمعة الوعود وراء هذه الخطوة ما ستكون هي الأخيرة طبعا كان خطوات سعيدية أخرى إلى حين أن يتم إخراج المرسومين تعديليين ضروري لأن الوضعية ليومو بها ما سواء وضعية تكوين أو لوضعية التعيين الجميع الصبشرة خيرا باعتماد النظام تكوين في سنتين ولكن للأسف هالضبابية اللي كتميز بها سواء السنة الثانية سواء بعد التعيين أشنو سيطرف عدة سنة الثانية اليوم هذا التوجس يصد في صفوف طلباء الإداريين والمتدربين بالمغرب كامل والدريع لهذا الشيء هو توحد صفوف والنجاح دي المقاطعة دي الامتحانات السفاء للمجزؤات اللي كانت في الأسدوس الأول وندعو الجميع المزيد من تكتول وندعو الإطارات النقابية والمركزية النقابية كامل لأنها تلتف حول هذا الملف هذا لأن المطالب نجدوها من صفحة ونجدوها ومطالب عادي لك هدمن الاستقرار دي الهالطالباء الإداريين المتدربين اليوم الوزارة مطالبة بحكم أنها الوصية على القطاع الإفراج على هذا المرسوم التعديلي لغديبين الرؤية سواء لا ديالتكوين لا سواء ديالتعيين اليوم هذا الإخوان التحقب المراكز باش نكونوا واضحين نيس التحقب المراكز لترقية الوضعية ديهم سواء الجماعية أو التربوية أو لا دا اليوم كان نستطمو بأننا غديل المجهول إن صح التعبير شكرا مرحبا شكرا مرحبا الهدف والوقفة من أمام الأكاديب الجاوي التربية والتكوين جاوت مراكش أسفي وهو الإفراج على المرسوم الإداري التربوي بعد فترة التكوينية كنت يستفدوا من هذا الأطور الإدارية المتدربة بالمراكز الجاوي للتكوين والآن تشوفوا بأنه مجهول بعدما كانوا يتظروا أنه يكون حل بالنسبة لهم أن الحل باش أنه يقد أمورهم اجتماعية وأنه يكون مستقبل أفضل هاد النس هادو يعني بعد عامين من تكوين تلقوا نفسهم أنهم أمام مجهول أمام مستقبل مجهول العموم حيننا نقول لكم خلادي مباشر هذا الوقف احتجاجي تتقوم بها التنسيقية الوطنية للأطلئة المتدربة ماكز جاوي المهن التربية والتكوين مراكش أسفي وكذلك اللي حاضرنا معهم خلعة استراغنا وأسفي شكرا لكم وتحية لكم خلادي مباشر شكرا لكم